وسط ترقب لمصير رفح وقلق دولي وتحذير مصري وصلت طائرات حربية إسرائيلية قصف شمال قطع غزة لليوم الثاني على التوالي في هجوم عنيف أنهى هدوءا نسبيا استمر لعدة أسابيع بينما أعلنت إسرائيل المضي قدما في خطط لشن هجوم شامل على رفح جنوب القطع حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيعقد اجتماعا اليوم لبحث موعد العملية العسكرية في رفح وبشكل فوري إضافة إلى عرض جديد يتعلق بصفقة تبادل الأسرة وأضافة أن الحكومة الإسرائيلية ستسمح بدخول وفدين من الأمم المتحدة والصليب الأحمر أكد مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية لرويترز أن الجيش يتأهب لإطلاق عملية رفح على الفور وفي انتظار موافقة الحكومة وقال متحدث باسم حكومة الإسرائيلية أنه ستمضي في عملية استهداف حماس في رفح مشيرا إلى أن إبعاد المدنيين عن الأذى جزء أصيل من استراتيجية الحكومة شكرا للمشاهدة